في السبعينات الكابتن محمود الخطيب اتعرض عليه عرض كبير من مونش انجلاد باخر الالماني بعد ما لعب مباراته مع الاهلي تمسك انه يفضل في النادي الالي تعرض عليه من اهل دبي تقريبا وقتها معرضه مفتوح انا اقولك انا انا عصيرتها دي اه ده في اول سنة طلع تقريبا وطرد عليه خمسين الف جنيه اه خمسين الف جنيه ده كان رقم مرعب وقتها اي اه تخالي كابتن حسن شحاطة كان ممكن يجي النادي الالي لو كان فيه اربع طلاب جنيه اه معرض انفناش نوفر اربع طلاب جنيه اه عشان يجي من كويت علينا اي خمسين الف جنيه بتتكلم في في السبعينات اه اه لا طبعا مبلغ يخد وقتها اه وكان حيرار وخارج انا فلقيته رايح جاي اه عند السلم اللي بيطلع عالدور الفؤاني ده اه كابتن قال لي فيه موضوع شغل حكي علي انا جاي لي كذا عامل اي كنت شفت الكابتن صالح قاعد في الصالون قطولي بيقولك اي انت عارف الكابتن صالح اللي بيعرف يزوق الكلام ولا له غرض في اي حاك تصق النور الرأي اللي حيلوه لك هو بتاع المصلحة قال لي طبعا قطولي روح يسأله بعد شوها جاي قال لي لا خلاف قطولي قال لي كابتن اقنعني قال لي التوقيت ده ما يخدمنيش في الاحتراف ممكن تاخد فلوس لكن ما تحققش حاجة حقق الاول مع النادي الاهلي شيء يبقى في تاريخك وفي خيمتك وبعد كده بالموهمتك دي حتحترف في اي مكان وانا اقتنعت وانا صرفت النظر النادي الاهلي ساعة انه ازاي يتعاوض بعد الشيء لانا سمول الامير عبدالله الفايسل لما سمع بالقصة دي برضو حاول ان يعاوضوا عن جوز من هذا العالم بس ما كانش وقتها موجود يعني هو ما اشتاب دي عشان دي هو اتكافئ بعد بخادر موت قدر 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 الاهلي كان بيعاب كده بصمراه دي النماذج فيا رب نردع هلاقي مسلا حتى حتى كابتل فاطيب مرة شفتله فيديو قريب وهو بيحكي وقعت محمد ابوتريك واحنا راجعين من اليابان بعد اول مشاركة وعرض كبير جدا من الهلال السعودي تل عرض كان للاهلي ايه وكان له كبير للاهلي وكبير له بقى ارقام لدرجة ان مان والجوزير اللي بيحبه جدا واللي متمسك بيه فنيا من ضخمة الرقم قال لك لأ حق ما قدرش اقف سكته بالشكل ده ومع هذا الرجل اختار يبقى في النادي الاهلي بس انت كنت موجود معنا في اللحظة اللي غير فيها رائعه ايوه في مطار القاهرة احنا راجعين لما احنا راجعين في 2008 بعدام نجاح اه دي 2005 لو تفتكر بتاعة الهلال السعودي لا 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 افتكر انت 2008 ابراهيم 2008 انا ابراهيم اللي كنت في الموضوع ابراهيم ما تكلمنيش فيدي تمام تمام انا اللي ما كنتش بتأكد من ما جد لقش بقول لك حاضر تمام 2008 2008 ام هو كان 2005 كان حاجة لسه لسه لكن 2008 كان هو بقى في 2006 قمة النضو 2007 و2008 في قمة النضو صحيح صحيح فانت لما افنا هو بكى الجمهور الجمهور واعف برا الصالة احنا وقفين بنستنين الشونة طولئنا داوشة 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 لا مش بيهتفول بيهتفول للأهلي للأهلي اه اهلي مش عارف ايه وبيمجدوا في الأهلي اهو بيجيبوا جدوا فمنوش يصير راح باصص لعيبة قالوا لهم شوروا لهم من ورا الإزاز اللعيبة خدت بعضها وراح تشور لهم انفجار انفجار كل اللي يعيب باسمه وجمع عند أبوتريكا هتفوله بقى ليهتفل اللي انت بتقوله دا فبكا وقالله خد وهو قاعد مست crimسة أنت قال لا انا ماشي ماشي يعني إذا ان في حاجات طب عند اللعب ساعتها بتهموا أكتر بالظبط لحظة لحظة السعادة هو ساعته كذي هي دي اه هي دي اتصرفوا براحيتكم اجمعوا فلوس ماتش أقول محدش هيحجر على حد أخلاقيا من حقه يتصرف ازاي انسانيا متع تغير عربيت انت حوره مارس حياتك بملزاتك بس في نفس الوقت ارجوكم ما تجرفوش القيمة الاخلاقية ولا تستقصلوا غدة الاخلاص عند الناس الناس المحترم اوي دي حرام عليكم ان انتم فعلا تستكثروا عليهم لحظة سعادة في لحظة اختيار هو اختار ده فكانت النتيجة انه يفضل محمود الخطيب في وجدان قلب النادي الال يفضل محمد ابوتريكا يفضل وليد سلمان وتفضل كل النماذج المخلصة لان اللعيب النوع ده يلهم الاخرين ودي اهم نقطة اهم قيمة في الاه انك انت بالنسبة للسعادين تبقى بالنسبة لهم انت القدوة والملهم تلهمهم هذا المعنى ممكن واحدان يلهمهم الله وراء المصلحة وحر احنا كلنا كلنا عندنا في حياتنا حاجات يدخلينا بتحكم قراراتنا استاذ ابراهيم عشان كده انا مش حابب نصدر احكام على بعض ايه انا مقدرش اقول اللي راح للعقد الاكبر انه غلطان ممكن يبقى عنده ديون ساعته ممكن يبقى عنده قصاد ساعته عنده تفكيره ممكن يبقى عنده رغبة في انه يطور نفسه ماديا هو حر اذا ما نحكمش على بعض لكن لما ييجي واحد عنده هذه القيم العالية بقى لا ده يستحق مني الحفاوة المضعفة مش اللوم طبعا طبعا لا نبقصه حق